إنه موسم حصاد غني بالنسبة للمزارعين في قندهار جنوب أفغانستان محمد ندير وجيرانه يتعاونون في استخراج تلك المادة الصمغية اللازجة من شقوق زهرات الخشخاش الخضراء والتي حين تجف تتحول إلى مادة الأفيون تلك المادة التي تدخل في صناعة المخدرات تدر ما يربع على 3000 دولار على ندير في بلد متوسط دخل الفرد فيه لا يتجاوز 600 دولار في السنة طلبت الحكومة منا أن لا نزرع الخشخاش لكننا نتجاهلها ونواصل زراعته طالبان لا يزعجوننا فهم سعداء بما نزرع لأنهم يجمعون الأموال من المزارعين الذين يستخرجون الأفيون ولا يخفى على أحد أن طالبان وغيرها من التنظيمات المسلحة تعتبر لعبا أساسيا في تجارة الأفيون بأفغانستان والتي تدر بحسب بيانات الأمم المتحدة أكثر من مليار و300 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 7% من الناتج الإجمالي المحلي في أفغانستان طلبنا من الحكومة أن تساعدنا في إيجاد زراعة بديلة مثل الطماطم وغيرها من المحاصيل لو وجدنا البديل فلن نحتاج لزراعة الخشخاش ولم تنجح جهود الحكومة الأفغانية في صرف المزارعين عن زراعة الخشخاش وفشلت خطتها في تحويل انتباههم إلى إنتاج محاصيلة بديلة وبحسب البيانات الرسمية المحلية فقد حطمت أفغانستان التي مزقتها النزاعات الداخلية في العام الماضي رقما قياسيا في إنتاج الأفيون بلغ 9 ألاف طن من تلك المادة المخدرة بعد أن زاد معدل زراعة الخشخاش بواقع 63% أموال الأفيون جيدة لتغطية نفقات المعيشة مثل حفلات الزفاف فتكلفتها مرتفعة للغاية فقد تصل إلى ما بين مليون إلى مليونين من الربيات أطنان القمح التي توزع الحكومة على المزارعين لا تتجاوز صوامع التخزين فالقمح لا يدر دخلا كبيرا مقارنة بالخشخاش لذا يقترح البعض أن تهتم السلطات بدعم زراعة الزعفران التي تعد من أثمن أنواع المحاصيل لكن وبانتظار أن تتخذ كابل قرارا حسما بدعم وتشجيع تلك الزراعة البديلة تبقى أفغانستان واحدة من أكبر منتج الأفيون في العالم